السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض النوع من انواع البسكوتات هنعمل بسكوت البرازي السوري بالسمسم بدون زبدة وبدون مضرب يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك ما تنسوش كمان تشاركوا في القناة ويلا نسمي الله ونشوف مع بعض الطريقة بسم الله المكونات عندي عندي كوب من الحليب هضيف عليه كمان كوب من السكر وعندي كمان كوباية الا ربع من السمنة على الزيت يعني سمنة مخلوطة بالزيت معلقة كبيرة من اللبن البودرة اختياري هبدأ كده ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية السكر ميدوب تماما بعد السكر مداب عندي هنا تلات كبايات من الدقيق منخلين وعليهم رشة صغيرة جدا من الملح طبعا عندي كمان معلقة كبيرة كده من البيكنج بودر نخلتها كده تمام وهبتدي كده ان انا اقلب طبعا عندي استخدمت اربع كبايات من الدقيق ولكن انا في البداية حطيت تلات كبايات وكل ما العجينة تحتاج معايا هزود شوية دقيق شوية بشوية لغاية العجينة ما تلم معايا هلم كده العجينة هلاقيها كده لسه بتلزق ومحتاجة كمان دقيق هبدأ ازود شوية بشوية لغاية العجينة ما تلم هنا زودت كده نص كباية بنص كباية يعني المقدير اخلت عندي العجينة اربع كبايات من الدقيق طبعا بلمها كده باداية مش بعجينة انا بشرب بس بشرب العجينة كده بالدقيق هلم العجينة كده لغاية العجينة عندي ما تبقى طرية كده ونعمة طبعا هيبقى فيها نسبة تلزيق بسيطة ده علشان السكر يعني ما تخافوش منها لو فيها نسبة تلزيق ولا حاجة بس طبعا لما اللي ماها كويس دلوقتي كده هتلاقيها ان هي مش بتلزق خالص ولو خايفين ان هي تلزق ممكن ندهن ايدينا كده دهنة زيت واحنا بنشكلها هلم العجينة كويس بقت بالشكل ده طبعا طرية ونعمة خالص شايفين جميلة ما شاء الله بتشكل بكل سهولة هبدأ اشتغل في العجينة واشكلها على طول عندي كوباية كده من السمسم المحمص ويجبت الساك بدت تاعي ودهنته كده بمادة دهنية وهبدأ كده ان انا اخد كطعة كده من العجين الصغيرة وببدأ كده ان انا افردها بحاجة بسيطة وبنزلها كده في السمسم بالشكل ده بارصها في الساك الجنبي وبكمل كل الكمية كده باخد كطعة طبعا عايز اقول لكم يعني النوع الدقيق اللي بيحكمك انا حسيت الدقيق اللي انا استخدمته ده لاني كنت جايبها اول مرة استخدمه يعني فيه عرق اجامد جدا يعني كل ما بفرد العجينة بترجع تاني تموت انتوا اكيد فهميني يعني فيها عرق اجامد جدا الافضل طبعا ان احنا نستخدم العجينة اللي بيبقى فيه عرق نستخدمه في المعجنات او المغبوزات هيكون افضل يعني بعيد عن البسكوتات بس طبعا لاني كنت اول مرة استخدمه كنت لسه جايبها اول مرة استخدمه تمام فمعرفتش العيب ده غير بعد ما استخدمته ولكن البسكوت ماشاء الله طلع حلو جدا ومقديره برضو كويسة هو يعني تعبني شوية في التشكيل لان طبعا كل ما بفرد العجينة بحسها بتلم تاني شوية شايفين ماشاء الله حلو جدا طبعا انا عايزة سمك البسكوتة يكون يعني رؤية ما تكونش تخينة فانا بحاول ان انا افردها كويس جدا تمام يعني بخليها السمك كده يكون رفيع شايفين بضغط بقى عليها كده بعد ما بكورها وبينزلها في السمسم فابدأ كده ان انا اضغط عليها في التراطيف الصوابع بس كده بتتفرد معاي طبعا الطريق التشكيله سهلة وبسيطة وماشاء الله يعني البسكوت ده حلو جدا من البسكوتات الجميلة جدا وكمان المحبوبة اربع كوبايات الدقيق اللي انا عملتهم عملولي اصاجين كده كبار من البسكوت ماشاء الله يعني كمية حلو جدا وكمان البسكوتة حجمها كبير شايفين الجمال في الوقت ده طبعا بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 وبداخل البسكوت على الشبكة تمام في الرف الوسطاني وبستلنا كده لغاية البسكوت ما يستوي ياخد لون من تحت لو حبيتي تدي لون من فوق شغال الشواية لو فرنك بيدي له لون كده من فوق بدون الشواية يبقى خلاص كده بقي جاهز معاك طبعا بطلع البسكوت من الفرن وبسيب ويبرد تماما وطبعا اول ما بيطلع من الفرن بنتبه ان انا ببدأ احركه على طول وهو لسه سخن عشان ما يلزقش في الصاج بتاعي لكم كمان لو بتحبوا البسكوتات تكون نعمة ودايبة يبقى هنستخدم كباية من السمنة او الزيت بدل كباية الا ربع لو بتحب كده في نسبة خرفشة كده البسكوت وينشف شوية يبقى استخدم كباية الا ربع ده معاك وده معاك انا استخدمت كباية الا ربع وطلع يعني كده في نسبة خرفشة ولكنه جميل جدا لو محتاجيها انعم من كده هتستخدمي كباية كاملة من السمنة او الزيت ده كان فيديو النهاردة اتمنى يكون عجبكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو حطوا لايك للفيديو ما كمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم اللي شعرت بفيديوهات الجديدة واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله